موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام على قناة لنستفيد معا دي مرة مرة كنحطو فيها موادع خاصة بالصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وفي هذه الحلقة ان شاء الله ان تكلموا فاعلة كيفاش تترجع فلوسك من اللاسيني سيس وكيفاش تخلص على رأسك في حالك ما كملتيش النقاط بما يسمى التأمين الاخشياري هذا شيء كامل ان تكلموا فيه في هذه الحلقة وقبل ما نبدأ وما تنسوش الضغط على الزل الشرك وتفعيل الجرس وفي حالك كنتي اول مرة كتشوف قناة لنستفيد معا الراس بقلي حطيش حلقات خاصة وللقات الاعجاب والتفاعلات من عدد المشاهدين الكرام كنعرفوا جميع ان عدد النقاط اللي خاص جماعة باش حصل على معاش تقعود هو 3.240 نقطة لكن كان بزاف دي الناس موصلوش لهذا العدد للنقاط لعداش اسباب فهناو الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي اعطى الناس اللي ما كملوش نقاط ديانو موجوش دي الحلول باش يستفيدوا من معاش تقعود عن طريق التعميل الاختياري او عن طريق استرجاع الشراكات نبدأوا باسترجاع الشراكات فبالنسبة الناس اللي بغى ترجاع فلوسها من الصدق الوطني الانظام الاجتماعي اول حاجة خاصة تكون عندك هات الشروط باش ترجاع فلوسك اول شرط خاص يكون عندك سن التقعود اي وصلتي سن سنة او 55 سنة بالنسبة للعمال في المناجم وثاني شرط تكون ما كملتش عدد النقاط اللي خاص جماعة باش تحصل الى مدخول شهري يعني تكون عندك اقل من الى 3.240 نقطة وما يكونش عندك معاش من انظمة اخرى للتقعود الى ما كانش هات الشروط ما غاديش تسافد من استرجاع الشراك اما انك انت توفر على هذه الشروط كي خاص تعمر هات الطالب واجمع الوطاق اللي هما نسخة لبطاقة جيل الصدوق الوطني الضامن الاجتماعي نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف شهادة التوقف عن العمل او عدم الشغل الشهادة بالنسبة للعمال المناجم كتبت العمل انهم خدموا تحت الارضي مدة لا تقل عن 5 سنوات وذلك باش يستفدوا من استرجاع الشراكات ديالهم الاجارية اللي كتبدا من 55 سنة اما بالنسبة للتأمين الاختياري هو الناس اللي بغى تخلص العراسة في الصدوق الوطني الضامن الاجتماعي باش تكمل 3420 نقطة فالتأمين الاختياري عنده شرط باش تسافد منه اللي هما انك تكون عندك 1080 نقطة والشرط الثاني انك تكون منقاطع عن شي عامل مأجور والشرط الثالث هو الاكتتاب التأمين الاختياري هو هات الطالب اللي غد يتعمره وغد دفعه الصندوق الوطني للضامن الاجتماعي وهذا الطالب كي خاص رسلوا صندوق الوطني الضامن الاجتماعي في مدى ما كتعداش سين يوم من قطاع عن العمل الا الناس اللي عندهم 2160 نقطة او اكتر من 2160 نقطة فرا يمتلهم في اي وقت يرسلوا هات الطالب وبالنسبة الوثائق يجب تقديم طالب اكتتاب تأمين الاختياري ثم شهدت الانقطاع عن العمل مسلمة من عند اخر مشغيل لخدمتي معاه وتصريح بشرف مصادق عليه ثم شهدت الحياة ما كتجاوز ثلث شهر ثم نسخم بطاقة جيل لدى صندوق الوطني الدمال الاجتماعي ثم نسخم البطاقة الوطنية للتعريف وبهذا مشاهدنا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة نلتقي في حلقة اخرى عبر قناة لنستفيد معا ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك ليصلكم كل جديد